راشد بن أبوظبي يقول ما هو حكم لبس خاتم أحد الموتى لدفع الجن والشر و كذلك الاحتفاظ بعصى الميت لدفع الشر أخوي راشد بارك الله فيك لا شك بأن هذه الطريقة التي ذكرتها و هي الاحتفاظ بخاتم أحد الموتى أو بعصاه و القصد من ذلك دفع الجن و دفع الشر عموما من الشرك بالله رب العالمين و هذه مسألة خطيرة نسأل الله العافية و السلامة ذلك أن دفع الشر و دفع الجن يكون بالأسباب الشرعية الطبيعية أما بأشياء من وراء الأسباب كخاتم مثلا أو كعصى أو كخرقة أو كخيط أو كتربة أو شيء هذا من الشرك نعوذ بالله من ذلك و من اعتقد بأن هذا الخاتم أو هذه العصى أو هذه الخرقة فاعلة مؤثرة بنفسها مانعة من العين مانعة من الجن مانعة من الشر فهذا أشرك بالله شركا أكبر مخرج عن الإسلام نعوذ بالله أما من اعتقد بأنها سبب من الأسباب و كذا فهذه وسيلة من وسائل الشرك و هي محرمة بل من أعظم المحرمات و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام نهى عن تعليق التمائم و التولى قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له و من تعلق ودعة فلا ودع الله له و أيضا النبي عليه الصلاة و السلام أمر الناس بالتوكل على الله عز وجل كما ذكرت قبل أقلي فيما يتعلق بالتوكل على الله عز وجل مع بذل الأسباب الشرعية الطبيعية و لذلك الشيطان يدفع بالآيات الشرعية و يدفع بالأوراد النبوية الثابتة عن النبي سلم يدفع بإقامة الفرائض و بالابتعاد عن المحرمات و كثرة الاستعاذة الله عز وجل قال و إما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله ما قال حط خاتة ميت و لا حط عصة ميت و لا خرقة و لا شيء من هذا القبيل و بقية الشرور أيضا تدفع بالأمور الشرعية و بالأمور الطبيعية أما قضية استعمال هذا فهذا الشخص على خطر كبير و عظيم و هذا قادح من قوادح العقيدة و هذا شرخ كبير جدا في الإيمان في الصدور و لذلك يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله و لذلك بعض الصحابة كان إذا رأى خيطا معلقا في عضد قطعه و لذلك بن مسعود رضي الله عنه كان لما رأى خيطا في يد أحد نسائه قطعه و قال إن آل محمد إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك لأغنياء عن الشرك فلا يجوز مثل هذا الأمر و يجب التحذير منه و للأسف الشديد هذا منتج عند كثير من المسلمين ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله للأسف يعني بعض الناس الآن يعلق ما يسمى بالكف الذي فيه داخلي عين يقول هذا يضطرد العين هذا من وسائل الشرك و العياذ بالله بعض الناس و للأسف هذا موجود عند بعض أصحاب السيارات على وجه الخصوص أصحاب الأجرة يعلقون خرقة سوداء في آخر السيارة و يقول هذه تدفع الشر و هذا من الشرك بعض الناس الآن يعلق خرقة خضراء في البيت أو كذا بقص الدفع العين و هذا كله من الشرك هذا مما يتنافى مع الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه و آله و سلم